مبارح فاجئنا مارسي الكولر انه بدأ المباراة مباراة ميديامة بكريم وليد في وسط الملعب في المركز رقم 6 في الظل الغياب مرانة عطية لتراكم الانذارات وإصابة أليو ديانج معظمنا كان متوقع ان أكرم توفيق هو اللي هيبدأ المباراة خاصة ان كريم ندفد بقاله فترة مش بيشارك مع النادي الأحلي فاجئنا مارسي الكولر بكريم ندفد وكريم ندفد عمل مباراة جيدة بالمناسبة جيدة جدا ولما حب يخرج كريم ندفد أشرق بسبب الإصابة يعني كريم ندفد أصيب في المباراة فأشرق اضطراريان رامي رابعة في المركز ده وأكرم توفيق عدك وبعد كده اضطراريان برضو أشرق بعد كده أكرم توفيق طبعا أكرم توفيق ده الخبرنا يعني في رقم عشرة كان زعلان جدا بعد ما مارسي الكولر أعلن تشكيل مباراة ميدياما لما لقى نفسه على الدكة واللي شارك كريم وليد ندفد وحس انه برة حسابات مارسي الكولر أكرم توفيق اتكلم مع الكابتن خالد بيبو مدير الكورة وطلب انه يوضح أسباب استبعاده عشان بحسب أكرم توفيق انه كان عنده عروض فيه فاطل انتقالات الشتوية منها في الدوري السعودي لكن مارسي الكولر والنادي الأهدي رفضوا رحيله وبالتالي هو عايز يعرف ليه مشارك معلوماتنا انه أكرم توفيق برة الحسابات بالنسبة للمارسي الكولر سواء في الجانب الأيمن أو وسط الملعب بس بس في نقطة برة الحسابات دي مش برة الحسابات خالص برة الحسابات دي ليه علاقة بالأولويات بالأولويات أكرم مش في أولويات مارسي الكولر ولكنه ما عندوش مشكلة معايا دي الحكاية طيما